أما عن نوعظة النساء فوالذي نفسي بيده إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثيرا من الأسر المسلمة سببه البعد عن منهج الله والبعد عن شرع الحبيب رسول الله مع التقليد الأعمال الشرق والغر فإن كثيرا من بيوت المسلمة الآن هزمت هزيمة نفسية النكرى فراحت الشاب يقلد الرجل الغري الذي لا يعرف له دينا وراحت الشابة المسلمة تقلد المرأة الغرية التي لا تعرف دينا ولا خيقا ولا عفة ولا حيا ولا أرى ذلك إلا تقليد المغلوب للغالب تقليد الأسفل للأعلى كيف ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وإنما نراه الآن في الشوارع والطلقات من تبرج سافل وعري فاضح يؤلم القلب ومن بناقيل وملابس تلبسها الفتيات بلا قدر أو حلاء من أعظم الأجلة على خراب الأسر وعلى فساد البجوت فأنا لا أتصور أن بنت تخرج بهذا الزي الفاضح قد خرجت لا أقول مسلم يعرف الله أين أنت أخي الحبيب من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاذ شدى يعصون الله ما أمرهم أين أنت أختاه من قول رسول الله ستكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمات البخ إلعنوهن فإنهن ملعونات أختاه إنهم يقولون إنك نصف المجتمع بل أنت المجتمع كله فإن كنت كما يقولون نصف المجتمع فأنت تليلين النصف الآخر فأنت أما للوجل وذوجة له وبنتا وأختا وجدة دعك من هؤلاء المغردين الذين يريدون أن يحرروا المرأة منهم